البينة على من ادعى دي حكوة مهمة جدا جدا ماعتقدش تاخفى عن سموه وليه العهد السعودي طالعوم السعودية انكرت ان جمال خشجي دخل السفارة انكرت رسمية وبعدها بساعات اعلنت انه دخل السفارة وخرج البينة على من ادعى على سفارة المملكة العربية السعودية وبطبيعة الحال على حكومة المملكة العربية السعودية انها تظهر الدليل على خروج جمال خشجي بسيطة السعودية تلقفت السؤال مشكورة وردت عليه جريدة عكاظ على لسان السفية واضطرت تشيله بعدها نتيجة الفضيحة عاجل القنصل السعودي في اسطنبول القنصلية مزودة بكاميرات تمام تمام الحمد لله لكنها لم تسجل أي لقطات ومن ثم من غير الممكن استقراج صور لدخول جمال خاشقي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أصوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة السعودية بتواصل بيها لاستعباط والاستهبال ده لا يطلق عليه يعني ما تلاقيش أي جملة محترمة عكاظ بعد ما قالت التعبير المضحك اللي أصبح مسخرت العالم كله النهاردة حذفت هذا التصريح وقالت لك احنا أقسم بالله ما قلنا كده لكنها نسيت تحذفه من متن خبر عندها هي هي حذفت التغريب لكن نسيت تحذفه من متن الخبر القنصلية السعودية تفتح بوابها للإعلام المختفي قشق ليس في القنصلية قلنا البينة على من ادعى استخدمنا هذه الجملة حصرا في هذا البرنامج قلناها من أول لحظة خرج أكد لأنه دخل لأول كدب وبعدين قال آه دخل بس خرج على طول أكد لأنه خرج السعودية لحد دلوقت إسباطة مكتور من ده وإسباطة مكتور من ده إسباطة مكتور من ده قلق بتا ترك مقاملنا نرده بديه صورانل أردوغان 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 أدعى أردوغان 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 أدعى أردوغان 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 أ يحتويظ أي أحد يشريك للمشارك في الأرض وظهر يطرق بلدي ومن الأرض إذا كان يجب أن يجب أن يساعد بها لإحداث كبار تكسر ويشكر dispى أن نشرح? حلما أنوس العادي وظهر ومثلت أنظر مكرا أنا أش압 بك جداً لماذا يشكت للمشارك? شنوز إشباتت من الزازم النهاردة الرئيس التركي أردوغان نفى كل الكلام أعتقد اللي هو كان بيتردد أنه عن صفقات عن مهادنات عن صمت وأن الموضوع يموت هذه الجمل وهذه التأكيدات نفت تماما كل ما تردد سلبا بالأمس أكيد حضرتك خبط فيه لو بتتبع موضوع جمال خشيجي أصل تركيا ممكن تطنش أصل كذا أصل كذا مع أن متابعة هذا الرجل تختلف أو تتفق معاه لأكتر من 17 سنة تؤكد أن فيه مواقف لا يمكن تعادل مع تركيا وهذا الموقف يبدو أنه هو واحد منهم